انت من خلفية اسلامية وكان عندك كل الادراك وكل الفهم انه شو ممكن يعني تربح او تخسري من خلال ايمانك في شخص الرب يسوع المسيح هل شعرت في اي يوم من الايام انه كان في ضغط عليك ضغط من علي من ان انا من حد مسيحي او ضغط مادة او هجرة او سفر او او لانه نتهم بهذه الاتهامات كثيرا فلان عاوز يسافر فلان عاوز فلوس وفلاز على النقيد يعني انا دائما بقول انه الشخص اللي بدي يكون مؤمن في المسيح لازم يكون تابع للمسيح لازم يدفع عشوره كمان يعني مش يتوقع يخد فلوس لازم هو يدفع فلوس وكمان يواجه الاضطهاد حكي لاخت رشا انت طبعا تغيرت حياتك لكن شو المواجهة او شو التحديات اللي وجدتها بشيء بسيط يعني في البداية اول حاجة انا اما تبعت المسيح اما قررت ان انا اكون بمشي مع المسيح هو ما كانش اختياري انا لكن هو كان دعوة الله لحياتي الله في محبته في امانته جيه وتراقف علي وحبني وانهار لي في قلبي الطريق فاهم حين كنت بتتكلم على حين كان فيه اي ضغوط من اي حد مسيحي من اي ناس مسيحيين بيحاولون هم يغروني بامور مادية بيهجرة بسفر بامور زي كده بالعكس انا عرفت المسيح وانا في مصر انا اتعرضت ان انا اترك مش ااخد انا كنت بقدم وكنت بتعرض لامور صعبة لان طبعا المجتمع الاسلامي وانا كنت ساعتها الفترة اللي انا عرفت فيها المسيح ما كانش فيها عدد كبير قوي من المتنصرين زي دلوقتي فكان الناس بتخاف وبتنزعج من ان واحد يكون بيغير ويدخل عالكنيسة فانا ما تقابلتش في الكنيسة بالترحيب والدنيا كلها كانت مفتوحة بالنسبة لي كان فيه خوف في البداية طبعا يعني كنت بالعكس انا كنت بواجه تحديات جوة البيت وكنت بواجه تحديات في المجتمع وفي نفس الوقت كنت بواجه تحديات جوة الكنيسة اشتركوا في القناة